ها هي ثمار التطبيع تتوالى صندوق استثماري إماراتي لدعم اقتصاد إسرائيل العبارة بحد ذاتها مستفزة ولكنها حقيقية وربما متوقعة وجاءت في أعقاب مكالمة هاتفية بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو نتنياهو نفسه الذي ألغى زيارته إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم مع الأردن على حد زعمه المهم أن عشرة مليارات دولار ستسحب من أمام شعب فلسطين المظلوم لتصب في إنعاش قطاعات عديدة لدى الاحتلال من الطاقة إلى الفضاء والمياه والصحة والتكنولوجيا وغيرها ثم تمن يرى أن الطرفين يبحثان عن تحقيق أرباح سريعة ولسيما في ظل التدعيات الاقتصادية السلبية محليا لأزمة تفشي كورونا وفي السياق تندرج الاتفاقيات السابقة المواقعة بين الجانبين في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها إضافة إلى اتفاقيات لاحقة كجواز السفر الأخضر بين الإمارات وإسرائيل نحن إذن أمام دفع اقتصاد الاحتلال إلى الأمام والمفارقة أن هذا السخاء الإماراتي الخليجي أمام تل أبيب يقابله تراجع حقيقي في الدعم الخليجي للفلسطينيين فعلى سبيل المثال بلغت تبرعات من دول الخليج للفلسطينيين 200 مليون دولار عام 2018 ووصلت إلى نحو 50 مليون دولار فقط في العام الماضي هذه الأرقام تكشف عنها الإنروا وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التي قطعت عنها المساعدات المالية الأمريكية بالكامل عام 2018 بأمر من دونالد ترامب أنذاك أما الإمارات تحديداً فهي تقاطع فلسطين منذ العام 2010 كما قال يوماً جبريل الرجوب حين كشف أن دعوة الإمارات للسفراء في أعيادها الوطنية تنص على التالي يدعى كافة السفراء معدى سفير فلسطين